السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبب 30 عيلول سبتمبر طبعا اليوم اخر يوم من شهر 9 ان شاء الله انه اللي جاي الشهر القادم يكون شهر خير وبركة واليوم نزلت انا في صندوق الوصف اللي هو حركة القمر لشهر 10 اكتوبر وقلوق المسار والأيام السعيدة والأيام النحيسة الأيام الأفضل للتجميل الأيام اللي لا تصلح للعمليات الجراحية يعني اللي هي وتواجد القمر أيضا خلال الشهر في البروج يعني معلومات كاملة موجودة في صندوق الوصف بتقدروا ترجعوا لها طبعا القمر اليوم استقر في برج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية صباح يوم الغد لأحد يعني لغاية الساعة وحدة و 18 دقيقة صباحا بعدها بدو ينتقل لبرج الثور يعني اليوم في عنا قلوق مسار القمر اليوم موجود في منزلة البطين والله هي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و 9 دقائق من مساء اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر موجود في برج الحمل معنات التأثيرات على جميع الأبراج في هاي الفترة أنه منشعر أنه أكثر نشاط في العمل والحركة وأكثر تصميم وأكثر استقلالية وممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أنه تكون أفعالنا فيها نوع من أنواع التسرع أو التهور فعشان هيك لازم نكون حذرين أثناء قيادتنا للسيارة وأثناء الحركة أثناء الحوارات والنقاشات لأنه ممكن نفقد صبرنا في تعاملنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي بنا لمشاكل وحجج غير ضرورية منفقد دبلوماسيتنا وممكن أنه هيك تسيطر علينا العصبي زي ما حكينا وفرض الرأي والتحكم بالغير ودائما لما يكون القمر موجود في برج الحمل منقول أنه هاي الفترة جيدة للأشخاص اللي بدهم يعملوا فحص للعيون إذا لازم الأمر لذلك وتعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفلة أو أي شيء له علاقة بالنشاط والحركة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بطيئة هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين عطارد وبين نبتون هاي الزاوية طبعا هي رح تبدأ اليوم تأثيراتها اللي هو ثلاثين تسعة رح تستمر تأثيراتها ليوم خمس عشر ذروتها يوم اثنين عشر الساعة ثلاثة وأربع وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتسوي عنا نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية النتائجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بتجعلنا نرتكب أخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أهم شيء أنه ما نحاول نعني نتزمت بالرأي زيادة عن اللزوم ولا تحاولوا أنكم تراجعوا وضعيتكم في هاي الفترة لأنه ممكن أنكم ما تتوصلوا لشيء أما بالنسبة لدوليا فهي بدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق أو التلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري أو المجالات الفنية أو الأمور اللي إلها علاقة بالنفط بمعنى آخر وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو نزاعات بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل هاي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المريخ طبعا ذروتها ساعة 12 و19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة اللي استعادت نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي مشاحنة أو أي مواجهة أو أي كلام خارج عن الخط أو أي انتقاد ما رح يهدى يستحسن أن لا نقوم برضو في هذه الفترة بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر بالصحة لصحتنا وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية ذروتها ساعة 22 و8 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاولنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية ذكرناها أنها بلشت تأثيراتها يوم 27 تسعة ومستمرة بتأثيراتها ليوم 13 اليوم ذروتها له 39 ساعة 54 دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش من باشر فبنشعر بأكثر يعني مننشط في أكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت وهذا الشيء بيعزز قدرتنا العقلي وبسهل علينا حل وفهم مسائل علمي يتعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة بالنفس والحدث والموجود لدينا وبرضو بتمنحنا ذكاء خيالي ومبتكر وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين ولكنها ممكن تضر بتركيزنا بتزيد من ميلنا للأمور اللي لها علاقة بالسينما تلفز الفن وكل ما له صلة بالكهرباء وبرضو بهاي الفترة بتقوي من حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض لأمور إلها علاقة بالسفر أما دوليا فهي بتدل على توجه الصحافة ووسائل الإعلام للإشادة بما ينعم به البلاد من حريات فردية وبتقدم تكنولوجيا فيما يدين الاتصالات والمواصلات خصوصا الجوية والصناعات الدقيقة وممكن تشهد هاي الفترة زيادة في المبادلات التجارية والرحلات الجوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 9.48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين من حولهم من الأصدقاء وفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر له خلو المسار السلبي طبعا رح يبدأ ساعة 9.48 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت ورح يستمر لغاية الساعة 11.18 دقيقة من صباح يوم الأحد يعني رح يتجاوز منتصف الليل بعدها القمر بيستقر في برج الثور هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي من الساعة 10 إلى 10 دقائق مساء بتوقيت جرينيج لغاية الساعة 11.18 دقيقة بعد منتصف الليل فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم هدولة الأكثر حساسية طبعا ما زال القمر بمراحل الوأنقص من البدر ولكن ما زال سيولة الدم موجودة فما مننصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية وبالأخص اللي لا تصلح عمليات الجراحة لإلها اللي هي الأعضاء اللي ذكرتها أما بالنسبة لباقي عضاء الجسم إذا ما في عندك مشاكل بنزف الدم فما في عندك أي مشكلة بالنسبة لهذه الفترة طبعا ما زالت نقدر نقول لعمليات الجراحة التجميلية ما مننصح فيها ولكن أنه اليوم أخف من الأيام الماضية فنقول أنه جيد لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه بدأنا الآن في مرحلة يصلح لإزالة الشعر بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل ذكرنا قلو المسار أي ساعة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة 4 و 10 دقائق مساء بصير 17 يوم نسبة الإضاءة 97% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة سعيدة بنسبة 15% القمر في الحمل حتى يوم 11 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30% عطارت في العذراء حتى يوم 15 سعيدة الآن بنسبة 45% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 منتحس بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشر سعيد بنسبة 15% والمشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 32 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظروا في الفترة الماضية أهم شيء أنك اليوم تتحرك وما تنتظر أن الفرصة هي اللي تيجي لعندك حاول أنك أنت تبحث عنها وما تضيع الوقت تعتبر هاي فترة بداية جديدة لصالحك فيها كثير من الإيجابيات وبدأت مرحلة ما لازم تفوتها عليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم طبعا اليوم رح تهدأ الوتيرة ووتيرتكم وتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وممكن تشعروا ببعض الخيبة بتظهر خلافات أو التباسات وطباعك بتكون متقلبة ومزاجك متعكر عشان هيك حاول أنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حفلة ومناسبة سعيدة وممكن تتعبر عن آراءك بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء وبنصحك اليوم تتم من كل أعمالك المهمة لأنه يوم الغد القمر رح يكون موجود في بيت المتعب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد وكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحد الأشخاص بتكون الظروف داعمة لإلك ولأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات أو المشهورات أهم شيء إنك ما تكون مهمل وما تترك انطباحات سلبية عنك وما تشوه سمعتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبيكون مناسب هذا اليوم لإجتياز امتحانة وجراء مقابلة وتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة عنك وبتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة أو لاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر أهم مش إنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك وحاول إنك تناقش بمنطق مش بعصبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة بتظل برضو متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لأوضاع الآخرين والآراءهم اتجنب الكلام الجارح وحاول إنك تكون دبلوماسي طبعا اليوم إذا إلك أموال عند أشخاص ومش عارف تحصلها اليوم بإمكانك إنك تطالب فيها وإذا في ميراث أو مشكلة ميراث اليوم تقدر تطلبه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل والطلب تعاون من طرف ثاني وبتكثر عندكم الواجبات وبتتزامن ممكن شوي لأن القمر مقابلك تماما هيك تشعر بالتعب بالضيق نفسيا طاقتك هيك في أشياء محبطة وحاذر برضو التراجع الصحي ما في أي خوف إذا اتبعت هاي الإرشادات والتعليمات وكنت حذر واتجنب المشاكل وما تتسلط لأن المشاكل ما رح تكون لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة ولكن هذا ما بيعني أن المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذروا من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس فعشان هيك بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وفي فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا ممكن اليوم تعزز علاقتك مع الأحبة أو مع الأبناء أو تمارس هواية الفترة إيجابية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة أو الاهتمام بمسائل عائلية بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة مش لفرض الرأي والعصبية ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي تستفزك عشان هيك بدك تسيطر على انفعلاتك وممكن تتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات في عندك قرار محين في راسك ولكن الوقت مش مناسب لإلوه برج الجدي ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعوا بنجاح أو ممكن تسويق أو ممكن امتحان هاي فترة مناسبة جدا لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجح في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب ولكن الغالب من موليد برج الدلو هذا اليوم مناسب للإلكترونيات والأمور اللي العلاقة بالسيارات ممكن تهتموا فيها واللي بيشتغلوا فيها برضو بيستفيدوا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أنت